السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إليتريك في هذه الحلقة سأتحدث عن أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الكهربائيين في توصيل أجهزة الحماية الكهربائية والتي تؤدي غالبا إلى ضمار وإطلاف مرابط توصيل أو أجهزة الحماية الكهربائية على العموم وطبعا سأعطي أو سنشاهد الحلول الممكنة لهذه المشاكل كالعادة لمن التحق بنا مؤخرا كل روابط الحلقات السابقة المرتبطة بالشرح هذه الحلقة أو الحلقات الأخرى ستجدونا في وصف هذا الفيديو أو في نهايته ولا تنسوا أيضا مشاهدة قوائم تشغيل والبودكاست المرتبط والمتخصصة حسب المواضيع على صفحات القناة لنرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك للشرح بسم الله الرحمن الرحيم هناك قاعدة ضرورية ومهمة في كل لوحات التوزيع أو الحماية الكهربائية توصي بها كل أنظمة المعيارية العالمية للكهرباء وحتى شركات الكهرباء المتخصصة في صنع معدات الحماية الكهربائية وهي عدم توصيل أكثر من سلك واحد في مداخل أو مخارج أجهزة الحماية الكهربائية ماذا يعني ذلك؟ يعني أن توصيل سلكين أو ثلاثة أو أكثر في مداخل أو مخارج أي جهاز حماية الكهربائي ممنوع إطلاقا مثلا تشاهدون هنا في مخارج الفاصل الرئيسي دائما تتواجد لدينا قاطعين تفاضليا على الأقل أو ثلاثة أو أربعة قواطع تفاضلية يمنع علينا القيام بتوصيل كل الأسلاك الداخلة إلى القواطع التفاضلية أو حتى القواطع الحراري المغناطيسي بهذه الطريقة حتى إذا قمنا بلف الأسلاك بهذه الطريقة فهو ممنوع لأن لف الأسلاك يضعفها في أماكن لف أو التدوير وهذا الشرط هو مرتبط بجميع أجهزة الحماية الكهربائية يعني الفاصل الرئيسي والقاطع أو الفاصل التفاضلي والقواطع الحراري المغناطيسي ومانع السواعق وجهاز الحماية من ارتفاع الجهود كلها لا بد أن يتم توصيل سلك واحد فقط في مداخل أو مخارج هذه الأجهزة حسن جدا إذن لماذا هذا التعقيد أو أين يوجد ما هي المشاكل التي تحدث لنا من هذه الطرق المشاكل التي تحدث لنا في هذه الطرق هي مدمرة الأولى هي إضعاف الأسلاك عن طريق الطوي أو التدوير وذلك يتسبب في ارتفاع حرارتها في تلك النقطة بالذات وارتفاع الحرارة طبعا يؤدي إلى انهيار العوازل أو إلى إطلاف أجهزة الحماية الكهربائية أما بالنسبة لجمع أكثر من سلك واحد يعني سلكين مثلا حتى وإن كان لهم نفس القطر أو نفس المقطع دائما ما يتم تثبت واحد بشكل جيد والآخر يكون غير متبت بشكل جيد فما بالك بتلاتة أو أربعة والأخطر هو جمع سلكين أو أكثر ليس لهما نفس المقطع أو السمك طبعا المقطع أو السمك الأكبر سيتبت بشكل جيد أما الأقل سمكا فسيسبح في الفضاء حتى وإن قمنا بشد الأسلاك واختبارها باليد وتحققنا أنها متبتة بشكل جيد هذا ليس مبررا ممنوع يعني ممنوع وطبعا تعلمون جيدا عواقب عدم تثبيت الأسلاك جيدا أو إضعافها من أكثر المشاكل التي نعاني منها في الأعطاب الكهربائية مثلا عدم تثبيت الأسلاك بشكل جيد يؤدي إلى تشكل قوس كهربائي عبارة عن انتقال التيار بين مكانين أو موصلين قريبين في الفضاء يكون بينهما أو في الجو يكون بينهما مجال مغناطيسي يتسبب هذا القوس الكهربائي في حرارة كبيرة جدا تتلف البلاستيك أو العوازيل وفي أحيان كثيرة حتى المتلامسة لفصل والتوصيل لنعودا لهذا الموضوع قريبا أما بالنسبة للتضوير الأسلاك أو الطيوة هذا يضعفها وكما قلت لكم سابقا المهمة هي الحلول الموجودة لدينا للتغلب على هذه المشاكل الحلول عديدة وكثيرة وهي السعمال مثلا مرابط التوصيل المتعددة المتواجدة في لوحات الحماية والتوزيع أو السعمال الموزعات الكهربائية الخاصة بلوحات الحماية والتحكم سأعمل حلقة عنها قريبا أيضا وبالنسبة لمداخل القواطع الحرارية المغناطيسية استعمال المشط الكهربائي لتوصيل القواطع الحرارية المغناطيسية وهذا أيضا سأعمل حلقة خاصة لشرحه أو استعمال مسامير جمع الأسلاك التي تمكننا من جمع سلكين أو ثلاثة أو أكثر في مصمار واحد يتبت بشكل جيد في مداخل أو مخارج أجهزة الحماية الكهربائية المهم أنه لدينا العديد من الوسائل والطرق لجمع الأسلاك بإحكام وتتبيت جيد دون المساس بقوة مقطعها أو سمكها الطبيعي لآخر مرة أقول لابد أن يكون موصل الكهربائي الذي نقوم بتتبيته في مداخل أو مخارج أجهزة الحماية الكهربائية عبارة عن جسم واحد موحد وليس جسمين أو أكثر اللهم إني قد بلغت المهم أردت تنبيهكم أولا لهذه المسألة وسأعمل فيما بعد هذه الحلقة حلقات لشرح إيجابية وخصائص هذه الوسائل بشكل أكثر تخصيص لإعطاء كل دي حق حقه إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لا تنسوا مشاهدة الحلقات المرتبطة التي تظهر أمامكم دمتم بخير وإلى اللقاء